السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم أصدقائي الأجزاء وأهلا ومرحبا بكم من جديد وفيديو جديد على قناتكم قناة اندر ويكسي المعلوميات طبعا موضوعنا اليوم وبذل الله سنشرح فيه بالتفصيل كيف نقوم بتثبيت وإستخدام أدات اي بي كي تول على الترموكس بطريقة صحيحة 100% دون مواجهة أي مشاكل أو أخطاء عند التثبيت أو الاستخدام بل إضافة إلى كيفية محاذاة البيانات لتحسين الأداء وأيضا التوقيع على التطبيق بعد التعديل طبعا في البداية أخي الكريم إي بي كي تول هي أدات استخدام للهندسة العكسية لتطبيقات اندرويد حيث نستطيع من خلال هذه الأداء أن نقوم بفق تشفير الموارد وإجراء بعض التعديلات على الأكواد وتصحيح الأخطاء أيضا يتم استخدام هذه الأداء من قبل مختبرية لاختراق لحقنا الأكواد البرومنجية الضارة والحمولات ثم يعادة بناء التطبيق مرة أخرى إذن لتثبيت الأداء رح نقوم أولا بتنفيذ أمر التنزيل والترقيل للحزوم المكتبات أبت 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 أب بعد اكتمال الترقية لحزوم المكتبات نقوم بتنفيذ الأمر التالي لتنزيل وتثبيت حزوم الجافة وأيضا بعض الأدوات الأخرى اللازمة لتشغيل الأداء بعد اكتمال التنزيل والتثبيت الحزوم في حزوم السابقة نقوم بتنفيذ الأمر ثم نضيف الرابط التالي لتنزيل أداء الآن بعد اكتمال التنزيل راح ننتقل إلى الدليل الخاص بمقلد الأداء ثم نقوم بتنفيذ أمر التثبيت باش انستل دوت اس اتش وكما تلاحظت غي الكريم بهذا نكون قد انتهينا تماما من خطوات التنزيل والتثبيت إذن كيف يمكننا الآن استخدام هذه الأداء لتفكيك ملفات ABK وأيضا فك تشفير الموارد الخاصة بالملاء وما هي القيارات الأخرى للأداء فمثلا لدينا حاليا هذا التطبيق والذي من خلاله راح نوضح كيفية عمل الأداء فعلى سبيل المثال لفك تشفير الملف راح نستخدم الأمر ABKTone نضع مسافة ثم حرف D ونكتب اسم الملف طبعا الحرف D هو خيار تفكيك الملف بل إضافة إلى فك التشفير عن جميع الموارد الخاصة للتطبيق حتى نستطيع بعد ذلك قراءة الملفات والتعديل عليها بكل سهولة بعد تفكيك الملف يمكننا الانتقال إلى مجلد الاستخراج وإضافة الأكواد والتعديل على الملفات وتصحيحها الأخطاء وكما نلاحظ إذا قمنا بفتح ملف البيان الذي هو أندرويد مانفيست راح نقد أنه تم فك تشفير الملف بحيث نستطيع قراءة مكونات التطبيق وأيضا الأدونات والتعديل عليها كيف ما نشاء أما إذا أردنا تفكيك الملف دون أن يتم فك التشفير عن الموارد والمصادر الخاصة للتطبيق راح نستخدم الأمر السابق ABKTone وحرف D مع إضافة الخيار شرطة وحرف R لعدم فك تشفير الموارد أيضا راح نستخدم الخيار شرطة وحرف S لعدم فك تشفير المصادر بعد ذلك نضع اسم الملف ثم شرطة وحرف O لإضافة اسم مقلد الاستخراج الآن وكما نلاحظ إذا انتقلنا إلى مقلد الاستخراج راح نقد أنه لم يتم فك التشفير عن ملف في المصدر ديكس طبعا كلاسس ديسك هو ملف يحتوي على مكتبات جافة التي يستخدمها التطبيق عند النشر على إنظام الأدنرويد أيضا إذا قمنا بفتح ملف البيان راح نلاحظ أنه لم يتم فك التشفير عن مكونات الملف إذن هذا بالنسبة لكيفية تفكيك ملفات ABQ وفك التشفير عن المصادر والموارد للملف الآن لعادة تجميع الملف راح نقوم بكتابة الأمر ABQTool مسافة وحرف B ثم اسم المقلد الخاص لملفات التطبيق مسافة ونكتب الاسم النهائي لملف الإخراج إذن أخي الكريم بعد أن قمنا بإعادة تجميع ملف ABQ هناك خطوة أخيرة مهمة يجب علينا تنفيذها قبل أن نتمكن من عمل تثبيت أو نشر لهذا التطبيق وهو محاذة البيانات ثم إضافة توقيع إلى الملف ومن أجل ذلك نحتاج أولا إلى إنشاء كيستور فايل والذي هو طبعا ملف المفاتيح أو الشهادة التي يمكننا من خلالها إضافة توقيع إذن نقم الآن بإنشاء ملف التوقيع من خلال الأمر التالي طبعا وكالمعتاد رح أضع لكم أسفل الفيديو رابط لملاك يحتوي على جميع العوامر المستخدمة في هذا الشرح نقم الآن بعمل لصق ونضغط انتر الآن رح يطلب منا تعيين كلمة مرور جديدة للملاك نقم بإضافة كلمة المرور ونضغط انتر مرة أخرى نقم بتأكيد كلمة المرور ثم انتر بعد ذلك رح يطلب منا إدخال معلومات الاسم نكتب الاسم ثم انتر طبعا يمكنك استخدام أي اسم أو معلومات لتملأ هذه البيانات فقط يجب أن لا ننسى كلمة المرور أخيرا نقم بكتابة yes للموافقة على هذه المعلومات وإنشاء الملف ثم انتر إذن بعد إنشاء ملف كيستور رح نقم بتنفيذ الأمر التالي لمحاياة البيانات وتحسين الأداء نضع مسافة ثم ندخل اسم الملف مسافة ثم نكتب اسم جديد لملف الإخراج ونضع انتر أخيرا بعد أن قمنا بمعاذاة البيانات للملف رح نقم الآن بإضافة التوقيع إلى الملف النيائي من خلال الأمر التالي ننسخ الأمر ثم لسق طبعا هنا سنحذف فايل ابكي ونكتب اسم الملف الذي رح نقم بإضافة إليه التوقيع ونضع انتر ندخل كلمة المرور الخاص بملف كيستور ثم انتر الآن إذا قمنا بتنفيذ أمر التحقق من التوقيع رح نجد أنه تم إضافة التوقيع إلى ملف التطبيق وأصبح جالزا للتثبيت أو النشر اشتركوا في القناة